السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 7 حزيران يونيو وبما أنه توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم أو الآن موجود في برج الجوزاء الساعة 12 وأربعين دقيقة من ظهر اليوم الجمعة رح ينتقل القمر لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 7 و28 دقيقة من مساء يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات الظهر فمنظل بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلق المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في علم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين يعني سهل جداً أي شخص يجي يخلينا نكتاب يشكيلنا ونتدمر وتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار السلبي للقمر الساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بيبدأ قلو المسار بيستمر لغاية الساعة 12 و 40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج خلاص القمر بينتقل وبصير في برج السرطان فعشان هيك من ساعة ما بعد الظهر منشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتصير حساسيتنا يعني زيادة شوي من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا ولأطفالنا كما من ميلة القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى برضو ممكن يكون في بعض الذكريات اللي يعني تخطر على البال تجعل البعض منها يضر في الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم بالفترة هاي لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن تصلح للمراجعات الطبية أو الفحوصات من الآن وحتى ساعات الظهر عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض، الرحم، المهبل، الثدي وغشاء الجنب وأيضاً غشاء الصفاق والجهاز اللمفاوي وعظم الصدر بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر وخصوصاً للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أو يبطئوا عملية الإنبات ولكن لا إزالة الشعر الطبيعي للإنسان الطبيعي ما في أي مشكلة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد بيبدأ الساعة 7.4 دقائق مساء بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة 7.28 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 2.51 دقيقة فجراً نبدأ باليوم الثاني نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20.6 سعيد الآن بنسبة 100% ساعات الصباح سعيد بنسبة 70% القمر في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان ورح يضل في السرطان ليوم 9.6 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الجوزاء حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.6 منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19.10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا لغاية ساعات الظهر بظل في نشاط بالحركة والاتصالات والمواصلات والسفريات القصيرة وأيضا بظل فترة ممتازة لأمور تتعلق بالدراسة أو التواصل أو السيارات أو الإلكترونيات وبتكون أفكاركم نشطة وهاي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع محيطكم أما من ساعات الظهر وما بعد بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وممكن يصير بعض الأمور الطارئة العائلية اللي تتطلب منك الحضور أو تتطلب منك التدخل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتتركز جهودكم نحو ضبط شؤونكم المالية ممكن تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هباد، دعم رغم وجود فرصة لمكسب مالي لكن النفقات في تصاعد تجنب شراء أي حاجة ثمينة ومنكم أشخاص ممكن يبادر لتسوي مالية أو يعيش فترة امتحان أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات وبتكون أفكاركم نشطة فترة مناسبة جدا للتواصل مع المحيط حتى إنها بتبدأ فترة جيدة للمسائل العاطفية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم عندكم نشاط حيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز حصة الأسد منه لغاية ساعات الظهر وبتظل شعبيتكم في تصاعد وبتفرحوا لانفراج مهم أو شخصي أو عاطفي يعني لأجواء جيدة ودعملة إلك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي أغلبها من عمل إضافي ولكن بتكوا تحذروا من النفقات وحاول إنك ما تغامر بالأمور المالية بشكل مفاجئ برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر فكل ما اقتربنا لغاية ساعات الظهر بتشعروا بأنه يعني بدأ التعب يقل قليلا فلهذا الوقت حاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل وإخلدوا للراحة واتجنبوا اتخاذ أي قرارات حاسمة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتمتلوا نشاط وحيوية وبصير عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم وبتفرحوا لانفراج مهم شخصي أو عاطفي وبتبلش الأمور تأخذ منحنى إيجابي بالنسبة لكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط الاجتماعي بيظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر وأي أعمال لازم يكون في طرف آخر يساعدكم فيه ممكن تستغل بعض المعارف أو العلاقات لإتمام بعض الأمور وبظل فيه نشاط اجتماعي أو ممكن تلتقوا أصدقاء أو منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضر حفلة أو مناسبة سعيدة وباستطاعتكم الاتكال على أحد في سبيل إنجاح مسئولية أو عمل ما أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتبدأ صحتكم بالتراجع لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب حاولوا قدر الإمكان أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وأضبط أعصابك وراقب صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بظل جهودكم تتركز على عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وهي فترة برضو ممتازة للأشخاص اللي بدهم يقدموا على عمل أو يبدأوا بعمل جديد لغاية ساعات الظهر وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب وممكن تعيش امتحان أو ضغط فبدك تكون يعني ماسك أعصابك شوي لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا هنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا أصدقائكم ممكن تتلقوا دعاوي لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة باستطاعتكم أيضا استغلال بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور المهمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل النشاط بالاتصالات الخارجية أو الأوراق أو المعاملات اللي تتعلق بالسفر أو حتى سفر بعيد أو تقديم امتحانات أو مقابلات فهي فترة واعدة وغنية ورومانسية وممكن تروج بنجاح لعملك أو تتعاطف مع الأهل لغاية ساعات الظهر أجواء داعمة لإلك بكل قوة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ممكن الفترة هاي تصير ممتازة جدا لمعض موليد برج الميزان لتقديم عمل أو على عمل جديد أو مقابلات عمل ولكن بتكو تحافظوا على سمعتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن وحتى ساعات الظهر بيضل التركيز على الأمور المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي خطوة مالية جديدة وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات أو الالتباسات وناقش بوضوح ممكن يكون في بعض المؤشرات لمصالحة أو لتسوية أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنشطوا بمسائل تتعلق بسفر بعيد أو اتصالات خارج البلاد أو تواصل مع أحبة أو امتحنات أو مقابلات أو ترويج لشيء معين أجواء داعمة بقوة بتصير لإلك من ساعات ما بعد الظهر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بينصب اهتمامكم من الآن وحتى ساعات الظهر حول تدعيم شراكاتكم شراكات مالية عاطفية القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك بعزز هاي الأمور وبالضل هاي فترة مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع على عقد أو الالتزام اتجاه الطرف الآخر وبرضو بدك تحذر من العصبية لأنه بيصعب التفاهم معك وربما تتسرع بإطلاق كلام في غير مكانه أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية المشتركة فعشان هيك رح يصير فيه اهتمام لبعض المسائل اللي تتعلق بالمال المشترك منك، ضريبة، قرض، تحصل الديون لإلك مطالبة بحقوق لإلك أو تحصل على بعض المكاسب برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم أكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه طبعا هذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الظهر بتكون تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة وانتبهوا لصحتكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين برضو حاول منك يعني قدر الإمكان ما تخوض أي نزاع يتعلق بعملك أما من ساعات الظهر وما بعد وانا القمر بصير مقابلك تماما ترغبوا في تدعيم شركاتكم بتصير فترة ممتازة لها الأعمال المشتركة أو لتسوية أو لمصالحة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة ولكن برضو بظل في نوع من أنواع الضغط لازم تتمالك أعصابك قدر الإمكان برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً بتظل رغبتكم قوية لتقرب من أحبائكم أو تعزيز العلاقة معهم بتكون الحضوض قوية لغاية ساعات الظهر هذه فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو تلطيف الأجواء وأيضاً على المستوى العاطفي ممكن التقرب من الأحبة أو حتى تجميلي أو الاهتمام بالنفس الطاقة عالي جداً حتى للتقارب مع الأبناء أو فرحة معينة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتبدأ صحتكم شوي تضعف يعني بدها شوية اهتمام بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إن كنت يهتموا بالأعمال الضرورية والمهمة ويبعدوا عن أي خلاف ما بينكم وبين زملائكم بالعمل برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بتتركز جهودكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية لغاية ساعات الظهر وبتميلوا للتقارب ما بينكم بين أفراد العائلة أو التعاون معهم رغم إنه ممكن تعيش بعض الضغط العاطفي أو الحضوض أو الفرص السيئة شوي اللي ما تكون لصالحك اللي ممكن تظهر أعطال منزلية أو أمور تتطلب الاهتمام على المستوى العائلي أو صحة أحد الأحبة أو ممكن تعالي من بعض المشاكل الشخصية ولكنها فترة جيدة لاستئجار بيت أو الاهتمام بالعقارات أو التواصل الاجتماعي العائلي اضبط أعصابك لغاية ساعات الظهر لأنه من ساعات الظهر هنا الأجواء بتتغير تماما فبترغبوا بتعزيز العلاقة مع أحباكم تزداد رغبتكم للتقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم بتصير فترة مليئة بالحضوض القوية وهي فترة مناسبة لأمور المهنية العائلية العاطفية لتلطيف الأجواء وممارسة الهويات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء